صباح الخير النهاردة عندنا بليزرد عندنا عاصفة سلجية مش عارفة اذا كان واضح ولا لا في الفيديو لكن الدلج بينزل يعني بمعدل فضيع واضح ان الهوى قوي جدا جدا ما يعاصفة بقى يلا هنشوف بقى هنعمل ايه النهاردة اراكم بعد قليل صباح الخير جمعة مباركة زي ما بتجيلنا مساجات كتير على الواتساب ولا المسنجر وكل الناس بيبعتولنا حلو ان احنا نفتكر بعض بس لما يتحول الامر لشيء سطحي ما عادش له معنى هنا اللي بيخليني افكر من الحاجات مثلا انا فكرت فيها في الاول ما ابتدى الترند ده زمان ان احنا نبعث لبعض جمعة مباركة وبعدين اروح ادور على صورة تانية مختلفة واخدها بقى وهبشها من حد تاني باعتها لي واقطع واحيانا الواحد ينسى يشيل الاسم فيها تتبعت باسم الشخص اللي باعتها لينا ازاي ممكن ناخد الترند ده بشكل احلى كمان لقيت ان الفكرة مثلا من الافكار ان احنا بدل ما نبعث لحد ميسج صورة جمعة مباركة بشوية ورد زي لخمسمائة واحدة عندنا على الفيسبوك ولا على الميسنجر ولا على الواتساب ولا على فيبر ولا على اي حاجة من الحاجات دي تم اختار واحد بس او واحدة بس ورن عليها وصبح عليها واتمنالها كلام حلو واتمنالها الخير بحاجة مقتضبة او ان انا اسجل رسالة بصوتي صوتي انا فعلا مش صوت حد تاني احيانا بجيني رسالة مثلا من واحدة صديقة وافتح الاقي راجل الله 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 ايه ده ايه ايه فيه ايه طب ما نسجل رسالة بصوتنا احنا ونقول للناس صباح الخير كل جمعة وانتو طيبين حبيت اصبح عليكم بس انا بعمل الحكاية دي بحيث ان انا اكلم صحابي دوريا ان فيه يوم في الاسبوع انا كتباه في الاجندة بتاعتي ان انا ها اختار صديقة او حد من قريبي وهتصل بيه وسلم عليه النهاردة كان يوم اخويا وبناته وامراته فخلاص انا عملت كده الاسبوع بتاعت الاسبوع وصبحت عليهم واتكلمت معاهم وكل حاجة النهاردة كمان انا معنديش شغل وهقف في البيت وبعد شوية منتظرة صديقة من صديقاتي تجيني لان هي شغلها قريب من هنا هو فتأكدت ان البيت في حالة جيسنت وان انا عندي حاجة اقدمها لها فده كده كويس وانا ببص على المهام التنظيف الاسبوعية يوم الجمعة بيبقى في الحيطان والبيبان مع حاجة تانية كمان بس دايما افتكر الحيطان والبيبان اه تنفيضة العيد انا علاقتي بالعيد كانت علاقة متوترة في فترة من الفترات وانا صغيرة قوي زي كتير قوي منكم العيد كان بهجة خدون جديدة جزمة جديدة توكة جديدة شراب جديد عادية حاجة لطيفة كده جميلة لعب وانزل الالعب بقى مع جيرانا ومع اريبنا واروح ازور عمامي وعمتي وكل الكلام ده بعدين كبرت فبقيت بقى ماد مازيل ما ينفعش اخرج ما ينفعش نط ما ينفعش انزل الشارع ما ينفعش اروح العب ما ينفعش الكلام ده لازم اقعد في البيت هل بقى رسيت على كده؟ لأ طبعا فيه تنفيذة العيد اللي كانت بتقوم بيها ماما بقيت انا بعملها معاها فتيجي بقى ايه ان فيه تعب الكحك والخبز والحاجات دي انا ما كنتش بغبز معاهم انا كنت دايما اخد المنقاش وهقعد انقش الكحك واقول لهم هتولي العجينة بتاعتي ودوني صاج وما هدش له دعوة بيا انا هنقش الكحك بتاعي وكت بصراحة فنانة فيه جدا الكحك بتاعي نقشته كانت غير اي حد اني كنت بحبها كنوع من الهواية وقابل العيد بقى بيومين نبتدي بقى ننفض بقى نرسل الحيطان والببان والاشاني والثقوف والمش عارف ايه والستاير والسجاجيد وحاجات كتيرة قوية كان بتيجي يا بتخلص ليلة العيد واحنا لسه بنكمل ولسه بنعمل احيانا كنا بنقعد الليل كله قبل الفجر بحاجة بسيطة لو لما نبتدي نفرش البيت ونستعد بيبقى فعلا مهلوكة فتخيلوا بنت مراهقة زي زيكم في الفترة دية وزي ما يمكن فيه منكم بيعملوا مع بناتهم دلوقتي بدل اولا بتساعد وتنفض وتعمل والكلام ده وبدل ما يبقى العيد داخل عليها ببهجة وحتى ليل بس البنت احنا نفسنا كسيدات بدل ما يبقى العيد داخل علينا ببهجة يبقى داخل بتنفيد وتعب واعمال شاقة شاقة وفين بهجة العيد ومش بس كده طب عايزين نخرج لا خلينا في البيت الدنيا زحمة المش عارف ايه وتبقى مثلا البنت نفسها تخرج مع صحابها وبتاع وتروح تقول لي بابا او تروحي فين خليكي هنا هو ما فكرتش في مرة ان انت تاخدها وتخرجها وتفسحها يعني ليه طب مراتك دي ما فكرتش ان انت تاخدها وتخرجها وتفسحها ايه كمان المهم ان انا حاسة ان بصراحة ان العيد بالنسبة لنا فقد بهجته وبقى فيه مجرد عادات بنعملها وبنخاف ان احنا لو ما عملنا هاش الناس هتقول علينا ايه بنخاف ان احنا لو ما عملناش كحك كتير ودينا للجيران ودينا للقرايب ودينا للده والده والده الناس هتاكل وشنا ويبقى عيب امالي علينا والست تضغط على الجزء ويتخنقوا انا عايزة كحك مش عارف من فين انا عايزة كحك من فين او انا عايزة فلوس عشان هيانزل اجيب سامنة ودقيق ورحت الكحك والكلام دوه انا فاكرة كنا بنعمل كحك كمية رهيبة جدا 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 لدرجة ان ماما كان عندها طبق غسيل طبق كده لونه اخضر وارتفاعه كده يتحط في تحت السرير ويتملي بقى نرست فيه الكحك نرست فيه الكحك نرست فيه الكحك نرست فيه الكحك ويخلص العيد ونبقى فطبعا لما انا اتجوزت طبعا خلاص القرار في ايدي انا اللي بنظم حياتي انا اللي براتب حياتي اول حاجة لغيتها هي تنفيذ العيد عشرين ساعة دلوقتي انا ما عنديش حاجة اسمها تنفيذة العيد ليه اكوم كل الشغل الشاق المتعب ليومين او اسبوع او اسبوعين او واتفر بوزع الشغل ده على مدار السنة زي النهارده موضوع الحيطان والبيبان هل بعمل الشاقة كلها في اليوم ده لا انا كل اللي اديتوا لنفسي نص ساعة بس عملت قودة واحدة بس وهي اللي نظفتها وفي حاجات كمان صعبة اصلا انها تتنظف لانها محتاجة الدهن اصلا عفش مكحت في الحيطة او خربوش معادش طبعا الحمد لله في شخبطة غدينا المرحلة دي بس يعني في بقعة صعبة في حاجات صعبة بس على الاقل بنظف وبلمع ومكان البصمات بتاعت ايدينا واي تراب ملوش لازمة والكلام ده كله الاسبوع الجاي هيبقى فيه قوضة تاني او مكان تاني الاسبوع اللي بعدها هيبقى فيه مكان تاني احنا خلاص قربنا من رمضان فضل عليه شهرين على ان شاء الله لما ييجي العيد مش هحتاج ان انا هد الدنيا كمان بقيت افكر في ايه الحاجات اللي تضيف البهجة بصراحة اجوازاتنا واولادنا مش هيلحظوا ان الكورنر ده كان فيه مش عارف ايه واحنا نظفناه مش هيلحظوا الكلام ده لكن يلاحظوا ايه يلاحظوا لو فيه زينة لو فيه حاجة مبهجة في البيت عشان كده 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 دايما لما كان الولاد اصغر من كده كده احط زينة في البيت دلوقتي خلاص عادين المرحلة ده معدوش يعني بياخدوها بالشكل ده ان يبقى فيه لبس جديد ومش لازم على فكرة لبس جديد يبقى لبس خروج فيه سنين لا ما نقدرش نجيب لبس جديد او لسه جايبين لبس جديد في بداية الموسم اجيب لهم بيجامة كل واحد يجيله بيجامة جديدة يلبسها الصبح بعد ما يستحمى ويبقى نضيفه جميل يلبس البيجامة الجديدة هو ده لبس العيد الجديد كمان ان انا مثلا احط مفرش معين كان عندي مفرش معين ده كان مفرش الاعياد ان انا بطلعه في العيد او ان انا اغير شوية ممكن يبقى حاجة بسيطة ان مثلا الفازل على الترابيزة دي انقلها الترابيزة التانية والذينة اللي احطها هنا وهكذا بحيث ان يبقى فيه تغيير يبقى فيه حاجة جديدة يبقى فيه بهجة بهجة احنا صناع البهجة في حياتنا اه نقعد كده نتكلم مع بعض اه هندخل على العيد ده ازاي هنقابل العيد ازاي هنستقبل العيد ازاي طبعا انا بتكلم بادري قوي 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 عن الموضوع ده بس الفكرة هي اللي جاتني النهاردة في دماغي وهي الفكرة الاساسية المبدئية فلا لا خلاص يعني هو ده الموضوع اللي انا هتكلم عنه فبدري مش بدري مش مشكلة لكن زي ما فيه حاجة خاصة بالعيد لكن فيه حاجة عنه اشمل وهي البهجة البهجة كل واحد فينا كل اب كل ام كل ابن كل ابنة يفكروا انا ازاي اكون سبب بهجة في البهجة خالوا من الناس اللي هي دايما احس ان هم مسببين للبهجة كان ييجي يضحك هنا ويتكلم هنا ومش عارف ايه ويبقى قاعد اعداته خفيفة لطيفة مش اعداته مكئبة ومقرفة جوزي برده الحمد لله من الناس اللي هي صانعي البهجة فيه ناس احيانا عشان تصنع البهجة بتستظرف اعرف شخص كان يعرف ايه اللي بيدي الشخص اللي قدامه ويستظرف بيه يعني لو فيه سخرية من حاجة معينة في الشخص ده يسخر منه بيه زغزغة مثلا بشكل معين والشخص اللي قدامه يعني حتى حتى ما بتديش احساس لطيف للشخص اللي بيتزغزغ يعرف مثلا الحركة دي بتدايقك يعملها او الحركة دي بتدايقك يعملها لو مثلا حد تكلم وقال نكتة او حاجة لازم يعدي يزايد عليه في النكت اعداته مش مبهجة اعداته مش لطيفة فان احنا نكون سبب في بهجة الناس اللي حوالينا نفكر كده ازاي بلافتات بسيطة وبأمور بسيطة نعملها نبهج الناس اللي حوالينا وفي حاجات بسيطة قوي زي البسمة الابتسام ان احنا لما نبص في وش بعض نبتسم مش نكشر والستة تلاقيها ملوية ومقموصة ومش عارف ايه ابتسمي ابتسمي يا اخي الحاجة التانية ان ما نخافش من كلام الناس كل واحد يفكر كده هو انا بعمل الكحك كده لينا فعلا عشان نبسط ولا عشان لما ييجي حد يلاقيني عاملة كحك وغريبة وبس كويت ومش عارف ايه وايه وايه عشان لما اقدم كده قاملة الترابيزة قدامه او عشان قدي الجارتي دي وجارتي دي وجارتي دي لو انت بتعمليها للخير لو انت بتعمليها بهدف انك تودي جاراتك او ان انت تودي الناس اللي انت بتحبيهم دي حاجة كويسة طالما انها مش هتحطك في مأزق بادي مش هتعمل خناقة بينك وبين جوزك مش هتخليك تصرفي فلوس اساسية كان ممكن تصرفيها على حاجات مفيدة واهم اه 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 يعني يعني ولا تنسوا الفضل بينكم اه لكن في نفس الوقت ان ان ده لو انت عندك الفضل لكن افرد ان انا معيش افرد ان الحاجة اللي عندي دي ادوبك على قدي انا وجوزي وولادي اه ده هيقولوا علي بخيلة اه ده هيقولوا علي كذا وكذا وكذا على فكرة لو عملتي او لو ما عملتيش بيتقال لان عمرك ما بتنالي اعجاب ورضا كل الناس في ناس مثلا تجيب لهم هدية وتفكري فيهم وتجيب لهم حاجة واحيانا تبقى حاجة غالية على زوقك يطلع مثلا زوقها زوقك مش متوافق مع زوقهم مش عارف ايه ما يقدرش فكرة ان انت جايبا له هدية يتكلم بس على انها اه ده زوقها كذا ده مش عارف ايه دي مش عاجباني ده كذا ده كذا يكفي ان الشخص ده افتكرني وجاب لي هدية اه ممكن فيه حاجات على فكرة مثلا بتجيلي مش شرط ان انا بلبسها كلها مش شرط ان انا بستخدمها كلها خلاص يعني لكن لكن الاحساس ان الشخص افتكرني وجاب لي حاجة ما بعودش افكر دي بكام وليه وعشان ايه والكلام ده اه فكرة النهاردة كانت مفادها البهجة والمناسبات اللي بتيجي في حياتنا اللي احنا للأسف بدل ما ناخدها بجانب البهجة بتاعها بنحولها لعبق وحمل ويه 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 وحاجات كده اسقال بنحطها فوق كتافنا وكتاف اللي حوالينا اقول لكم بقى سلام عشان انا منتظرة صدقتي اه واعد معيها شوية قبل ما الولاد يجو من بره ايه زيكم لما فتحت التعليقات لقيت تعليق لطيف خالص من المتابعات ان هي بتقول علي ان انا رزينة وده يعني الكلمة دايما بتتاخد بالحكمة بالتوازن بالاتزان فده شيء طبعا اسعدني وفكرني بحاجة حاجة غريبة اوي اعتقد ان انا كنت عندي عشر سنين ودخلت اه على ماما كانت بتسمع اه السيدة صفية المهندس مش عارف اذا كنتوا تعرفوها ولا لا بس زمان كان فيه اه ما عارفش البرنامج ده لسه موجود في الازاع ولا لا كان اسمه الى ربات البيوت وكان بيبتدي بكلمة للسيدة صفية المهندس يا اما بتناقش موضوع معين يا اما بترد على رسالة جات لها المهم انا دخلة بكلم ماما فلاقيت ماما بتزعق وبتشخط فيها تقول بس اسكوتي انا بسمع السيدة صفية المهندس طبعا ايه صفية المهندس دي يعني ايه ماما اللي تزعق فيه عشان تسمع حاجة في الراديو وبعدين ابتديت انا اسمع شوية شوية طبعا مش في الفترة دي قوي بس يعني اعتقد يمكن من ثانوي وجامعة بقيت انا كمان احب اسمعها وماما كمان كانت بتتكلم مع سيدة صفية المهندس وكانت دايما تسأل عليها وتتطمن عليها ونامت بينهم صداقة على التليفون مش للاستشارات ولا حاجة لكن هو من حب ماما في هذه السيدة افتكر ان ماما كانت مرة كنا عند تيتا وكنا قاعدين وكانت بتتكلم قد ايه السيدة دي حكيمة مش حكيم يعني بتدي حقن زي زمان يعني عقلها حكيم وده يمكن من اكتر الحاجات اللي زرعت فكرة الحكمة في دماغي هي ايه الحكمة ازاي يبقى الواحد حكيم وكمان خديث النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة ضلت المؤمن يعني الحاجة اللي ضايع منه نقعد ندور عليها فاعدت اقرى كتير هو ايه الحكمة وازاي ده نيوصل ليه والكلام ده وازاي الواحد يكبر مخه والقرية والتعلم من الاخرين من ضمن الحاجات كان فيه اسيس ايفانجيليكان كنت بسمع الخطب بتاعته لانه كان بيتكلم على حاجات كويسة جدا وحلوة جدا وعلى فكرة عايز اقول لكم ان اغلب كتب القيادة اللي مشهورة اوي 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 اللي كتبها قساوسة يعني اللي بيقروا فيكم في البيزنس وفي الادارة يعرفوا جون ماكسويل وكتبوا عن القيادة عامل سلسلة عن القيادة جون ماكسويل اصلا كان اسيس مين تاني زيج زيجلر اللي فيه للأسف بعض الناس الله يرحمهم بقى اللي كانوا بيطلقوا على نفسهم انه هو مدربين التنمية البشرية والكلام دو خدوا كتبه وترجموها ونسبوها لنفسهم لدرجة ان القصص الشخصية الخاصة بزيج زيجلر خدوها وقلبوها كأنها قصصهم هما لكن انا عشان قريت الكتب الاصلية لزيج زيجلر عرفت وطبعا انا ما بقولش ان احنا ما نستفدش من حكمة الناس التانية ولكن لو حطينا كلامه في كتاب لازم ننسب الفضل لهذا الشخص وطبعا يعني عشان دراستي الدراسات العليا بتاعتي فكان اساس عندنا اللي هو ان احنا ما نكتبش اي حاجة خدناها من اي مصدر دون ذكر هذا المصدر ولو تقفش هذا الشخص اللي كاتب بيسموها بلاجيرزم مش فاكرة يعني ايه بالعربي ممكن يتلغيله البحث بتاعه اصلا والرسالة بتاعته كلها فما علينا المهم في الخطبة خطبة هذا بيتكلم يعني ايه حكمة عجبني جدا جدا مفهومه رائع بيقولك الحكمة هي معرفة الفرق طبعا طول الخطبة وهو بيشرح الكلمة الصغيرة خالص الحكمة هي معرفة الفرق بيقولك تعرف الفرق بين الاشخاص لما تعرف الفرقات ما بين فلان وفلان وفلان هتعرف بتعامل ده ازاي وتعامل ده ازاي هتفهم ده مدخله هنا وده مدخله كده وده مدخله حاجة ثلاثة هتفهم ده مدوقع منه يتصرف ازاي وده مدوقع منه يتصرف ازاي الحكمة معرفة الفرق الفروق في الاشخاص الفروق في المواقف عارفين ليه دايما عندنا حكمة وحكمة بمضادة لها يعني يقول لك ايه العجلة من الشيطان كل تأخيرة وفيها أخيرة في ايه تاني في التأني السلامة وفي العجلة الندامة وتلاقي فيه حكم تانية بتشجع ان احنا نتصرف بسرعة يقول لك اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب ده دعوة للصرف لكن يلاقي حاجة تانية يقول لك القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود ده دعوة للإدخار طب اصرف ولا اتدخر اتأنى ولا اتصرف بسرعة هذا التضاد جاي من ايه ان هذه الحكمة تقالت في موقف ده كان الصح فيه والحكمة التانية اللي هي المضادة اتقالت في موقف تاني هو ده كان الصح فيه ده اللي بنسميه الكنتكست حتى في علوم الإدارة فيه فرع في الليدرشيب بيسموها الكنتكست والليدرشيب أو سيتيويشنال سوري سيتيويشنال ليدرشيب اسمعي ايه بالعربي ده القيادة الموقفية اللي هي بتعتمد على السيتيويشن اللي انت فيه انك بتلون اسلوب الإدارة بتاعك والقيادة بتاعك بما يتناتب مع الموقف اللي انت فيه لو موقف محتاج حزن وشدة وعقاب وحساب وانت جديد تعمله لو موقف تاني محتاج لين وهدوء ومعالجة بسياسة وكياسة تعمله فبتغير ودي من اكتر على فكرة النظريات القيادة اللي انا بحبها ان انت بتشكل اسلوبك على حسب الموقف اللي انت فيه فان انت تعرف ان احنا نعرف الفرق ما بين الاشخاص الفرق ما بين المواقف الفرق ما بين الاماكن الفرق ما بين اي حاجة ابسط حاجة ابسط حاجة تبص تلاقي جاكت مثلا مثلا بتسعين جنيه وجاكت تاني بتسعمية جنيه انا ممكن اشتري جاكت ابو تسعين جنيه وابقى حكيمة او اشتري جاكت ابو تسعين سوري لا اولاني اشتري ده ابو تسعين جنيه وابقى حكيمة وفي موقف تاني اشتري ابو تسعمية جنيه وبردو ابقى حكيمة سي مثلا الجاكت ابو تسعين جنيه انا معايش فلوس لابو تسعمية جنيه خلاص هجيب ده بس بابقى عارفة من جوايا ان مدام ده تمنه يبقى اتوقع منه جودة معينة تلاقي في فرق في الخامة في فرق في جودة التشطيب في فرق في يعني يعني اقدر البسه مرة ومرة ومرة ويفضل محتفظ برونقه في موقف تاني لو انا معايا تسعمية جنيه هشتري بيها الجاكت الغالي الغالي لاني هعتبره استثمار ان انا بجيب ده استثمار ان انا بدل ما جيب عشر جواكت من اللي بتسعين جنيه وحتخرب وهتبوز وخامتها هتبقى وحشة او هتحررني او مش هقدر لبسها كتير اجيب واحد بس غالي بس عليه الايمة ادي موقف بسيط جدا هنا ممكن اكون حكيمة وهنا ممكن اكون حكيمة لاني عرفت الفرق في المواقف عرفت الفرق في الاشياء وممكن كمان البيع اللي بيبيع لي دوة يكون له تأثير اني عرفت الفرق في الاشخاص لا البيع ده بيتحك علي البيع ده بيتكلم غلط البيع ده اعايز يدبسني في في الشراء ده وخلص فالماسج فكرتني بالسيدة صفية المهندس نقرالها الفتحة ونترحم عليها لان هذه السيدة اعتقد ان كان لها دور كبير اوي في تشكيل جزء من شخصيتي ان انا لما كانت بتيجي الفرصة وكنت بس مع كلامها وكلامها اللي وهدقها ورزنتها واللغة العربية الرائعة اللي كانت بتتكلم بيها اتمنى انا اقدر اتكلم باللغة العربية بالفصحة وبحب كمان دو لكن هتتحول الفيديوهات لنشرة اخبار رحمة الله عليها وعلى كل السيدات اللي اسهموا في حياة الناس الاخرين بحكمتهم وبهلمهم وبهدقهم وبأدبهم وآدابهم يعني أدبهم مفيش ألف فآدبهم جمع أدب الأداب وده خليني بقى اعمل كده اعلان صغير أنونسمنت ان انا هبتدي سلسلة حلقات جديدة عن فن الاتيكيت فن الاتيكيت لحياتنا المعصر فانتظروا السلسلة دية في حاجات كتير قوي وأفكار كتير في دماغي لكن لازم أخدها واحدة وحدة أنا قربت أخلص سلسلة تعلمتني جدتي مش عشان الدروس اللي أنا تعلمتها منها خلصت ولكن الأفكار يمكن يمكن أفتكر حاجة بعدين أبقى أحطها وأنا تعيدة قوي أن أنا قدرت أن أنا أخلد ذكرى جدتي بالفيديوهات دي وكل مرة كنت بعمل الفيديو كنت بفتكرها وبترحم عليها و الله يرحم الله يرحم وليس برضو مكملة في تحدي الأسبوع وجايبا لكم تحديات جديدة أنا عارفة أن مش كل الناس بتعمل التحديات دية ولكن ربما ربما حد يقرر أنه يعمل تحدي من التحديات دي ويحول الشيء اللي تعلمه في هذا الأسبوع العادة مستمرة معاه وتنعكس كويس على حياته أسيبكم عشان نروح نطبخ عشان نقضي باقي اليوم في هدوء ويوم جمعة كده لطيف وحلو واكتشفت أن أنا نسيت حاجة من حاجات اللي أنا جد دائما بعمله يوم الجمعة أن أنا أولع بخور أنا عايزة أقول لكم على نصيحة أن البخور في البيت سيبكم من أنه بيطرد العفاريت والبتاع ده كلام هبه الأساسا أن البخور في البيت بيقضي على الجرسيم والميكروبات اللي في الجو ويمكن هو ده اللي خلى الناس زمان تفتكر أن البخور بيبعد الشياطين وبيبعد الحسد وبيبعد بالكلام ده لأن عادة كانوا بيبخروا شخص مريض أو شخص عنده اعتلال ما فمن ضمن الفوايد البخور أنه هو بيطهر الجو لو في حد عنده أنفلونزا بيبقى الجو مليان من الرزاز والكحة والعطس والنف والحاجات دي البخور بيقضي على دو والتبخير ده موجود في ثقافات كتيرة جدا جدا من زمان كانوا بيجيبوا العشاب ويحرقوها القدماء اللي هما طبعا قدماء الفرعنة أوكي الهنود الحمر كانوا بيجيبوا نبات المرمية بتاعنا اللي هو السيج ويحرقوه وأنا بصراحة في مرة من المرات رحت وغدا ورقتين كده من المرمية ورقتين من اللي هو ورق اللاورو وحطتهم مع البخور وعمل ريحة برضو عطرية في البيت كانوا من تطهير جو البيت دي حاجة أنا بحب أعملها يوم الجمعة كانوا من العادات اللي هي عادات أسرتي أنا اللي أنا بحب أعملها والدتي كانت بتعمل كده كمان إن هي يوم الجمعة تتولع بخور وتخلي البيت راحتو حلو أشوفكم كمان شوي موسيقى